أثناء إقامتها بالعاصمة السودانية الخرطوم قامت عمدة بلدية مدينة انجمينة والوفدة المرافق لها مرم جميع بيت قاموا بزيارات لبعض المصامع والشركات وقد رافق العمدة في هذه الزيارة وزير التنمية والعمل السوداني تقرير رمات جبرين أجلي للاستفادة من التجربة السودانية الطويلة في التخصصات الفنية المختلفة لتأهيل وتدريب الكوادر ودرج في جدم لأعمال زيارة عمدة بلدية جمينة مريم جيم عبادة إلى ولاية الخرطوم نظام لزيارة سلسلة من المعسسات الصناعية الأملاقة كانت بداية الانطلاقة من المركز السوداني التركي لتدريب المدربين المتواجد بمحلية الحلفية هناك استقبل الوفد من قبل مدير المركز الدكتور عادم حسن في قاءة الاجتماعات أبر هذه الشاشة الصغيرة شرح بوضوه مدير المركز للوفد جميع المراهل والأليات التي تم اتباؤها للوصول إلى هذه الخطوة وعضف أن الطلاب يتلقون تدريبات في المجالات المتنوية مثل قسم التفصيل والخياطة والفندقة وقسم الحاسوب والكهرباء والميكانيكا بحدف خلق أعمال ماهرة وفعالة ولديها سلوك بعد التقرب من هذه الأعمال عمدة بلدية جمينة تشيد بهذه الفكرة متمنية أن تنقل مثل هذه المبادرات إلى البلاد بيقلينا سمح ولازم نأخذ من الخبرة ونقدر نضرب ناسنا هنا انجمينا ونقدر نجلسوا مع السنتر كان يقدر يقبل من أحد من الشعديين عشان يجوا هم كل يشوفوا كيف تدريبنا المدربين المدير العام لوزارة التنمية والعمل بولاية الخرطوم أبدى مدى جاهزيتهم لتقديم الدعم المطلوب لبلدية جمينة بحدف رفع مستوى خدماتها نتوى معهم ونفتكر أنه في بناء القدرات والتدريب المهن إن شاء الله هندعون بصورة كبيرة جدا هذا مركز تدريب المدربين يتم ترتيب برامي مشتركة بيننا وبين تشاد بإذن الله سبحانه وتعالى وأفتكر أنه هذا يدعم خط الدولتين إن شاء الله ودنس عليه وإنه في النهاية تكون تشاد والسودان بلاد متطورة والعالم متطور إلا بتدريب المهني لذلك نسعى أن نطور شبابنا ونطور التنمية البشرية ببرامي تدريب المهن المختلفة وبما أن قطاع الصحة يدخل من دمن عولويات بلدية جمينة قامت الأمدة مريم جمعي بايدة بجولة في مستشفى أحمد قاسم الجولة سمحت لها بالتعرف إلى الكثير من الأشياء مستشفى أحمد قاسم متقصص في أمراض جراهة القلب وزراءة الكلا حيث تفقد الوفد جميع الأخصام التي يضمها المستشفى واستمعت العمدة إلى شراحات كافية حول الخدمات التي يقدمها في إطار سلسلة الزيارات بولاية الجزيرة تكون هناك مجموعة جهاد الصناعية الأملاقة سمت عن الشركة تقوم بصناعة المعدات الزراعية وصنء الأساس المنزل والمكتب وكذا مصنع بناء الأجسام للسيارات المحددة وفي المنطقة الصناعية بحارة الخرطوم جنوبه يوجد مدمى ساري الصناعي والتي يشتهر بصناعة الأهزية في السودان جميع هذه الأماكن استطاعت أمدة بلدية جمينة الوقوف عليها بالتعاون مع المسؤولين المحليين بالأمانة العامة لولاية الخرطوم على هذه الصناعات المختلفة للاستفادة من هذه التجربة ترجمة نانسي قنقر